اشتركوا في القناة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم عن رجل وضع كتابا لا يشبه كثير من الكتب التي وضعت في ميدانه وضع كتابا في سيرة العظماء الذين صنعوا التاريخ لكنه قام بفرز عجيب لعشرين ألف شخصية أتبتت في معاجم البشر المسمات المعاجم البيولوجية أي موسوعات التعريف بالأشخاص ومن بين ملايير الخلق الذين خلقهم الله انتقت الكتابات العلمية هؤلاء العشرين ألف فقط ودونت سيرته قام هو باختيار أقل من صفر فاصلة خمسة بالمئة من هؤلاء العشرين ألف أي مئة ثم رتبهم من أولهم إلى آخرهم بمعايير زادت على أربعة عشر معيارا يجمعها موضوع واحد وهدف واحد هو صناعة التاريخ هو التأثير في الناس والتأثير في تاريخ البشر حديثنا اليوم عن الدكتور مايكل هارت وهو أمريكي أنجز هذا الكتاب في أخريات عمره بعد رحلة علمية طويلة لأنه من كبار علماء الفلك ومن كبار علماء العلوم البحثة في أمريكا وحصل على جوائز وميداليات وألف كتب وساهم في موسوعات ودرس في جامعات وبعد تاريخ حافل بالعطاء العلمي البحث انتقل إلى هذا الجانب الإنساني وابتكر هذه الفكرة التي لمسبقه لها أحد وألف هذا الكتاب الأوائل المئة الذي يشد في هذا الكتاب أنه وبإصرار بل بعناد شديد وبوعي كامل وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقم واحد ضمن هذه اللائحة ولم يضع المسيح من بعده مباشرة رغم أنه مسيح لو أسلم لقلنا إن هذه نتيجة طبيعية لتحول عاطفته وإيمانه لكن الرجل لم يسلم وأشار إلى أنه لا يعتبر أن ترتيب المسيح في الرتبة الثالثة دليل على أنه أقل عظمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بالحرف إنك ليهما في العظمة سواء ولكنه ميز الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله في الرتبة الأولى لاعتبارات جميلة وطريفة المسلمون أنفسهم الذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم نبياً وخاتم للرسل ويصلون عليه ويحبونه وينطقون اسمه الشريف في الشهادتين يومياً وفي الآدان وفي الإقامة لا ينتبهون حتى علماؤهم إلى هذه الاعتبارات الدقيقة التي انتبه إليها عقل مختلف عن عقولنا يتحيز في حضارة غير حضارتنا وينظر بمقاييس غير مقاييسنا الجميل في الكتاب أيضاً مما يزيد من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص منه أنه قال إنني سأقل من الاعتبار الديني فأنا لا أنظر إلى هؤلاء الذين صنعوا التاريخ بمنظور ديني ومعنى هذا أن اختياره للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن اختياراً لنبي وإلا لكان كتب الأنبياء المئة الأوائل وإنما بمنظور دنيوي محد نظر فيه إلى الأثر الذي أحدثه هؤلاء الأشخاص في التاريخ بل إنه لم يلغي فقط المنظور الديني حتى المنظور الأخلاقي ألغاه فهو جاء بالذين صنعوا التاريخ سلباً أو إيجاباً خيراً أو شراً بناءاً أو هدماً ولهذا لا نعجب إذا وجدنا في لائحته شخص مكروه من العالم كله مثل هتلر لأنه يهمه أن هتلر صنع هذا التاريخ حتى لو أنه صنعه بالسوء وبالشر وليس بالحسن وبالخير جعل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المسيح الذي تأخر إلى الرتبة الثانية عالم لا علاقة له بهذين النبيين وإسحاق نيوتن من منظور علم محد لأنه رجل عالم نظر فقط إلى ما صنعته الفيزياء الكلاسيكية التي وضع قواعدها نيوتن ماذا صنعته في عقول الناس وماذا صنعته في حركة الصناعة والعلم والاختراع وماذا أحدث نيوتن عن غير قصد منه في تاريخ الفكر الإنساني وفي النظر إلى علاقة الإنسان بالإله وهو موضوع لم يتناوله نيوتن لكن نظريته في الفيزياء صنعت منظوراً جديداً أدى للأسف الشديد إلى حركة الإلحاد التي استعلنت واستعلت في القرن التاسع عشر مما يدول أيضاً على أن الرجل ينطلق من معايير موضوعية أنه ينتمي إلى مدرسة معروفة في الحضارة الأنجلوسكسونية في بريطانيا وأمريكا وهي المدرسة النفعية المدرسة البراجماتيكية براجماتيك سكول وهي مدرسة فلسفية تنظر إلى الجانب العملي وإلى جانب النفعي وإلى الآتار ولا تنظر إلى المعايير ومن هنا فإن نظرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لا نظرة أخلاقية ولا نظرة دينية ولا نظرة معيارية ولا نظرة عاطفية لأنه ليس مسلماً ومات غير مسلم ولم يكن يشتغل بالدين ولا يشتغل بالإسلام وليس من المستشرقين وإنما فقط لأنه ينظر إلى المنطق البراجماتيكي العملي الذي يقوم على مدى التأثير الذي صنع به هذا الشخص جزءاً من تاريخ البشرية كابرة أو صغرة هذا الجزء من الذي يزيد من عظمة هذا التصنيف ومن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد شاهد من غير أهلها والحق ما شاهد به الأعداء ولو أن مايكل هارت ليس عدواً كما أنه ليس صديقاً أنه جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المئة وإن كان أخر رتبته إلى الرتبة 51 وربما من الطريف أنه جعل قبله البابا أوربانتاني الذي أعلن سنة 1095 من مدينة كلاير مونفيرون الحملة الصليبية الأولى وكأنه ينسخ بحملته هذه ما أنجزه سيدنا عمر بن الخطاب من فتح بلاد الشام بعد معركة اليرموك ومن فتح بيت المقدس بيده الكريمة وكتابته لسك الأمان لأهل القدس وعندما ننظر إلى بعض الأشخاص الذين وضعهم هناك كارل ماركس الذي كان منظراً فلسفياً للإلحاد وموسى عليه السلام الذي هو نبي عظيم لكنه وضعه بعد كارل ماركس بخمس رتب في الرتبة السادسة عشرة عندما يجعل شارلماني وهو أعظم ملوك أوروبا وباني دولة فرنسا بل باني فكرة الدولة في أوروبا في الرتبة خمسة وثمانين ثم يجعل بطرس الأكبر الذي بنى الإمبراطورية الأورتدوكسية الروسية في الرتبة واحد وتسعين هذا يبين ما معنى أن يختار هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله في المقدمة لم يكتفي والكتاب طبعاً محدود الحجم في حوالي ثلاثمائة وعشرين صفحة مئة شخصية بمعدل ثلاث صفحات وشوية إلى كل يعني شخصية لكنه لم يكتفي بالإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الملائم وهو الفصل الأول وإنما المقدمة التي وضعها يشرح فيها الحيتيات والمعايير ومنهجية بناء هذا الكتاب وترتيب هؤلاء الشخصيات أيضاً وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف وقفة مؤترة وجميلة لأنه قال إن هذا الرجل نجح في العالمين الروحي والمادي في حين نجح عيسى فقط في العالم الروحي أن هذا الرجل جمع بين الدنيا والآخرة في حين اشتغل عيسى فقط بالآخرة هذا الرجل لم يكن صاحب دعوة ورسالة وإنما أيضاً صاحب مشروع ينزل على الأرض في شكل دولة قائمة ويفتح العالم بقوة عسكرية مادية ثم لا يفسده الحكم كما أفسد الكثيرين في حين أن سيدنا عيسى إذا بقي طاهراً ومثالياً وقدوة وحلماً وحمامة بيضاء ترفرف في أرواح الناس فلأنه لم يشتغل بابتلاء الحكم وسطوة السلطان والجلوس على كرسي القرار وتسير الجيوش ومكابدة معاناة الناس اليومية المادية قضاءاً وحكماً وإدارة دول مما يضطر إلى كثير من ما ينتقس من هذه الصورة المتالية للدعاة والمجاهدين والمناضلين والأنبياء والروحانيين والمتصوفة والمربين الذين لا تنكشف عوراتهم عندما ينزلون إلى عالم المادة لكنه أوقفني واستوقفني شيء طريف في وجهة النظر التي أحدثت عندما مايكل هارت هذا الإعجاب غير العادي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزاوية أو هذا المنظور نحن المسلمون أنفسنا الذين نعجب بزهد رسول الله وتقشفه وورعه في المال وحرصه على أموال النفقة وتورعه عن أن يأكل تمره وجدها في الأرض لا ننتبه إليها قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ زاهدا فقيرا ثم انتقل إلى المدينة وحكم وصار حاكم وحكم 11 سنة ثم خرج من هذه الدنيا بعد 11 عاما وهو يحكم كما دخل إليها وهذه زاوية قد لا ننتبه إليها نحن وربما من أجل هذا نحن نعجب كيف يدخل رجل مثل علي بن أبي طالب الحكم فقيرا ويخرج فقيرا أو كيف يدخل رجل مثل أبي بكر الصديق غنيا إلى الحكم ويخرج فقيرا أو كيف يدخل عثمان بن عفان غنيا ويخرج غنيا ولكن بمال لا علاقة له بسطوة الحكم أو رجل مثل عمر الخطاب يدخل من أوساط الناس تجارة وغنا ثم يخرج وليس عليه شيء نحن قبل أن نعجب لهؤلاء الخلفاء الراشدين ننظر إلى قدوتهم من الزاوية التي انتبه إليه يا ماكلارت إن الرجل الذي حكم دولة في زمن الحكم المطلق الذي لا رقيب على الحاكم في المال ولا رقيب عليه فما يجبى إليه من أموال وتمرات وجبايات وضرائب وغنائم ثم يخرج من هذه الدنيا فقد نجح في الامتحان بتعبير مايكل هارت ولهذا أنا أعجبني في هذا الكتاب الذي طبعا غضب منه الكثيرون كما رضي عليه الكثيرون وانتقده الكثيرون حتى إن مايكل هارت في الطبعات اللاحقة للكتاب ذيّله بملحق من حوالي 83 شخصية اقترحت عليه من باب الاستدراك والطريف أن فيها شخصيتين إسلاميتين هما معاوية بن أبي صفيان ومحمد الفاتح وأن قبل أن أقرأ هذا الملحق انتبهت إلى محمد الفاتح على الأقل انتبهت إلى قطز وإلى بي بارس انتبهت إلى رجال عظماء لم يسجلهم ولكنني يعني راجعت نفسي على ذو أن هذا رجل غربي يقرأ التاريخ من منظور غربي بأدوات نقدية غربية بلغات أوروبية هو لم يطلع على تاريخنا لم يقرأ بلغتنا لا يعرف اللغة العربية وليس بوارد في سيرته العلمية أن يتعلم اللغة العربية ولهذا فإنه من زاوية ما وصل إليه من معارف وما قرأ أساساً باللغة الإنجليزية وسيقرأ لمستشرقين لا شك أن أغلبهم مغرضون ومع ذلك تجلت الحقيقة ناصعة يانعة رغم المشرب الكدر الذي كان يشرب منه وهنا وجه الجمال وجه العظمة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الشهادة وإن كنا نحن لا نحتاج من مزيد الإيمان إلى مثل هذه الشهادات لكن نحتاج من مزيد البيان والفقه والتأمل والفهم والإدراك وإقامة الحجة على الخلق جميعاً أن يكون مثل مايكل هارت في تخصصه العلم الدقيق في انغلاقه على اللغات الأوروبية في عدم معرفته بتراتنا الإسلامي بالمرة في بقائه مسيحياً إلى آخر يوم في حياته ثم يرتب وهو قرار موجع عند مسيحي لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسيح مباشرة وإنما قبل المسيح وليس حتى قبل المسيح مباشرة وإنما قبل المسيح بدرجة ويجعل بينهما عالم من علماء الفيزياء هو إسحاق أنيوتا موسيح 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 اشتركوا في القناة